خلف بودكاست مع خلف بن أحمد الحبتور سيد خلف صباح الخير صباح النور أهلا سهلا بهالحلقة من البودكاست رح نحكي بمناسبة العيد الوطني عن دولة الإمارات عن التاريخ عن الهوية الإماراتية صحيح أول شي منقلك كل عام وإنت بخير والجميع بألف خير بإذن الله تعالى الله يحفظ دولة الإمارات ويبركه يا رب ويديم علي نعمة الأمن والأمين آمين يا رب آمين الاحتفالات السنة تحمل شعار زايد وراشد صحيح بالنسبة لخلف الحبتور هذه فكرة ممتازة جدا 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 نعم بالنسبة لألك خلف الحبتور ماذا يعني أو شخصيتين زايد وراشد شو بيعنوا لك لألك شخصيا يعنوا لي هذه الأعمدة الاتحاد الأعمدة القوية اللي حاملة الاتحاد من بداية بداية أرضنا قصدي أرضنا في الإمارات إلى آخر أرضنا والبحرنا كل هذه الأعمدة هم اللي عاملين الثلين رحمة الله عليهم الله يرحمه حضرتك من الأشخاص اللي يفتخرون بهويتهم الإماراتية طبعا نحنا في مكان معرض سيرة خلف الحبتور أول محطتين فيه هني عن بداية خلف الحبتور وعن كون خلف الحبتور رجل إماراتي إذا طلب منك أن تعرف من هو الشخص الإماراتي ماذا تعني الهوية الإماراتية لحدا لا يعرف منهم الإماراتيين كيف بتعرف عن الإماراتيين أي قبل الاتحاد ما كانت أسمى دولة الإمارات العربية المتحدة كانت أسمى تسمى أبوظبي ودبي وشارج وعجمان وكذا وكذا هذا الأشياء اللي كانت تسمى وكثير من الناس سمونا ساحل عمان تروشل ستايت الإنقليز سموها بس كانوا كل واحد يقول مثلا كانت المنطقة صغيرة جدا 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 مثلا عندنا نحنا دبي صغيرة شارج كل الإمارات أبوظبي وغيره بس كان فيها رجال رجال وسيدات القديمين هذين كانوا فخورين وقوياء وفخورين بتاريخهم ووجودهم كان عندهم المال وما عندهم المال الأبواب مفتوحة والكرم والخلق وكل شيء وعندهم محبة تراب الأرض هذه اللي هو فيها يشوفها ولا أوروبا أما صبخة أو رملة أو عرقوب أو بحار يشوفها عنده ما أجمل معه هذين الناس مخلصين هذين أنشأوا هذه الدولة العظيمة هذه الدولة الجميلة اللي أنا أسميها دولة الأمان دولة الأمن والأمان هذه تريح الصغير والكبير وتريح الزائر والمقيم والمتقاعد اللي جاء من بعيد هذا شيء ما موجود في مكان ثاني هذا شيء عملوه بالتعاون نحن وحكامنا حطينا يدنا في يد واشتغلنا مع بعضها جدودنا كذلك بعد وآبانا هذا بالتشاور كان نحن عندنا تشاور كان من الألف اللي إياه ما يصير شيء إلا بالتشاور نعم حضرتك من الأشخاص الذين عايشوا قيام الاتحاد كيف كان شعوركم يوم قام الاتحاد يعني رسميا تم تأسيس دولة الإمارات كيف كان شعور المواطنين الإماراتيين يوم التالي هو كان بالبداية أو رعاة البلد أعلم ما أعرف أنا ما كان عندي معلومة كثير بس في 68 قرروا كان برايمنستر رئيس الوزراء البريطاني وقرر قال نحن بالإسحب قواتنا من منطقة كلها وكانوا كثير من الناس مترددة وخايفة وهذا بس بقرار من الشيخ زايد رحمة الله عليه والشيخ راشد بن سعيد رحمة الله عليه هو القرار الصحيح هم قرارهم كان يقول لك خلينا نحن نبني دولتنا وتكون عندنا دولة كبيرة ومهمة جدا ما نعتمد على أي حد وهذا الحقيقة قرار أصاب بس كانت كثير من الناس متخوفة أن الإنجليز بنستحبون أنه بيأكلوننا بس فيها رجال هايذا البلد فيها الناس اللي هم يعبدون هالأرض هذي عبادة ويحبون بلادهم ويشعرون بعراجيبهم وديانهم وبحرهم هذا الشيء ما تلقاه في أي مكان ثاني ما يقول لك وأنا ما تهمني هذه منطقة من منطقة لمنطقة لا تعاضدوا وأعلنوا الاتحاد مع أخوانهم الحكام الشماليين والحمد لله نحن في نعمة في هذه الدولة لأن التشاور نعم كان التشاور الشيخ زايد رحمة الله عليه والشيخ راشد يشاور حتى السواق تبعه نعم يخبروا بالشيء بيعملون وأنا حاضر لنا هاي شخصية ما مالفلنا حاضر لنا عند الشيخ زايد رحمة الله عليه وأنا صغير في سننقن وعند راشد بن سعيد رحمة الله عليه وأنا بعد كذا ورافقت راشد حتى وفاة رحمة الله عليه اللي افتقدناه على كالقائد العظيم وافتقدناه الشيخ زايد كذلك كانوا كل صغير وكبير كانت تدرى في المجلس حديث فيه هذا من أعمل كذا وكذا ويتفقون يكون موجود رع الرشاب رع البحار ربعنا كلهم كلهم هاي ويتشاورون وينجحون فيه ما كان فيه ما يسمى برلمان لا لا هذا ما ما نحبنانا نعم هي التشاور والبيبان مفتوحة والمجالس وغالا شيء هذه العادة عادتنا وعادات أبانا وأجدادنا هذه المجالس والأبواب المفتوحة ويتعلمون الأولاد والأطفال أن نم دائما مع أباهم أي الطفل هذا يسلم عليك أمرار حتى مرة زلنا بيت الشيخ دلموت من يمعه هني ويا أولدهم عمي أظنني 12 سنة أو 10 سنة أدد المغرب قال بصليب كمانا أنا روح أقف شعريا بأن هذا الولد 8 سنة أو 10 سنة بصليبنا قلنا نذوق قال الله ما شاء الله لأن تعلموهم عرف يرمز نحن ما تحصل هذا معنا نعم إذا طلب منك وصف القائدين العظيمين مؤسسات دولة زايد وراشد للشباب لشباب اليوم كيف تصفهم؟ صعب صعب وصف أول شيء أصحاب قرار حب وأشق لأرضهم وبلدهم ولشعبهم يحبون كل إنسان في البلد اللي هو رأي البلد نعم أنه في في عز وفي ثراء وفي غناء وفي وراس مرفوع فوق وكانوا مهتمين بالمواطن مهتمين فيه يشركونوا في كل شيء في كل رأي هذا كانت نجاحها هذه الماستر بلان اللي عملها راشد بن سعيد والماستر بلان اللي عملها زايد بن سلطان في إمارة أبوظبي نعم نجحت نجحت لأن رحمة الله عليهم عباقرة عباقرة من عباقرة الصحراء الجميلة هذه تخرق ناس نعم كل الشعراء والأدباء والفرسال أجوا من الصحاري صحيح ما أجوا من جامعة هارفرد نعم كل العظمة إذا طلب منك أنه تذكر بعض الأشخاص اللي كانوا لهم دور أساسي كمانا بتأسيس الاتحاد اللي طبعا هني عاونوا الشيخ زايد والشيخ راشد الله يرحمون ميم ممكن تذكر أنا أذكر أكيد أذكر أحمد بن خليف السويدي هو قريبي ورجل كان وطني درجة أولى ومهم جدا 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 شارك في هذا بتعليمات من الشيخ زايد والشيخ محمد بن راشد كذلك وعندك شيخ حمدان بن محمد نعم وحمدان بن راشد مجموعة بس هذين كانوا الأساسيين اللي هو والدكتور مانع العتيبة نعم أنهم شاركوا لأنهم عارفين شو اللي يريد جايد وشو اللي يريد راشد سيد خلاف بدي أرجع على سؤالي الأول لأنه في كتير انطبعات منشوفة على السوشال ميديا مغلوطة عن الإماراتيين وعن دولة الإمارات بالتبديد ودبي خصوصة يعني فإذا طلب منك أن تصف الإمارات لشخص غير إماراتي أو لم يزور دولة الإمارات حتى اليوم كيف تصف الإماراتي اليوم أصف الإماراتي يعني شو هي خصاله خصال الماضي أو خصال الحالية الإماراتي اليوم الإماراتي اليوم يختلف على الماضي عشان ما نعني لسنه هذا إماراتي الأول كانوا اجتماعات ومجالس مفتوحة ومقابلات ويعرفون بعضهم وبعض الحين بصراحة ما نقدر نلتقي نعم كل واحد فيه شغلة وكل واحد من يصبح من الفجر يربع لأن هذا المساء يرد يمكن يشوف هلو ولا ما يشوفهم يعتمد منه من هالإنسان هذا وإنسان مشغول ومجتهد نعم لأن الحين فيه منافسة في العمل إن كنت موظف أو راعي عمل نعم من مثل أول الإماراتي ولد اللي هو أنا سميه راعي البلاد راعي البلاد كم من كلمة إماراتي راعي البلاد هذا مئة بالمئة مخلص مئة بالمئة إذا كان من دبي أو بوظبي كل واحد فيه مدينته نعم أو إمارته مخلص لهذه الأرض وترابها ويشوفها ولا العالم كله عنده هذا العالم راعي بوظبي نفس الشيء راعي الشارج نفس الشيء وهكذا هذه الطبيعة طبيعتنا وطبيعة ما في ما يشعر من نفسه إلا نفسيا يأخذ مثل ما قال النفس إلا يومي المنطقة اللي مولود فيها واللي عنده الشابة حيث ذكر شابه وين واللي عنده قارب يتذكر وين القارب سنبوقة هالأشي تعود عليه هذا الوضوح عندنا هالحين إن شاء الله العالم إن شاء الله العالم نحن الإنسان ما يقدر نروح مني لين الشارجة أو لين عيمان أو ما شاء الله من كثرة السيارات ومن كثرة وسيارات هذه فيها خير نعم الحمد لله بعكس بعض الدلوان البلدان الأخرى نعم فقورين بلدنا بس الله الله بجانبه محمد والأنبياء والرسل أن يعطينا الأمن والأمان ويبعد عننا الشر والحسد يا رب آمين يا رب برأيك ليش في إعلام يصور دولة الإمارات بصورة ليست إيجابية أو بصورة سلبية ما أريد أقول كلمة شعل الذيب من كذا كذا بس ليش بس من قلت شعل الذيب من كذا كذا طبعا نحن ما منهتم وطبعا دولة الإمارات مستمرة ما يقدرون أن أن يحولون بلدانهم نحن عندنا أنا 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 أراف عيني نعم يمكن ما أحد يتفق معي أنا أشوف دولتنا الحين اقتصادنا أحسن من اقتصاد بريطانيا نعم أحسن من اقتصادات الدول كثيرة في أوروبا والغرب لأن مشينا على طريق صحيح اللي هو الوضوح الوضوح الظاهر هذا واختيار الطريق الصحيح وحيانا صحيح ما بدائما نحن نتوفق باختيار الرجال بس أمرار تعرف أبني آدم يمكن أن تجلس تختار واحد يمسك لك عدة شركات وبعدين بتكتشف بعد عشر سنين ما ينفع هذا ما علي هذا تقول مثل ما يقولون شكرا مع السلامة هذه الأشياء تحدث في كل مكان بس أن نوعية الرجال واختيارهم هو النجاح نعم ولازم نعمل مثل منخل كل سنة إذا مش كل ستة شهور نشوف هالمجموعات اللي عندنا إذا كان عندك الكثر مؤسسة أو الكثر دائرة حتى في الحكومة يجب أن في نخل يشوفون منه المنتج ومنه بس اللي يحكي كثير يتكلم كثير هل هو نفع ولا هو ما شعر الروتين العادي هل هو زاد فيها هذه ولا لا هذا ضروري جدا وهذا الشي الصحي نعم من فترة مش كتير قليلة كان فيه مسلسل عمل عن دبي تصور عن دبي وكان فيه بعض المبالغات اللي هي شوي بعيدة عن الواقع أنا من هذا المنطلق سألتك سيد خلف أنه برأيك ليش الناس بتاعت الصورة الخطأ عن دبي ودولة الإمارات إذا أردت أن تعطي صورة صحيحة عن مجتمع دولة اللي هو مسلسل دبي وكان فيه عن مستوى الغنى ومستوى الصرف ومنشوف منعونه وهذه مرفوض رفض مباطن في رأي أنا أن يكون يعرض واللي عرض هذا الشي اللي سوونا هذا أعتقد أنه غلط فيه مع الأسف الشديد غلط فيه وإذا كان عاملين غير من هالبلاد رأمها فهما هذا قصدين أمور سيئة بالنسبة لنا يعني تنصحح شوي الانطباع مش اللي كل واحد بيجي على دبي بفلم أو بيجي وبيلاقي الفلوس بوجودة وينما كان أكيد لأنه هيدا بعض الفيديو بيت اللي عم تنحط على المواقع التواصل أكيد لأنه هذي ناس مغرضين مغرضين اللي يجي دبي اللي يجي دبي أو دولة الإمارات هذا يشتغل بعرقة من يصبح لأن يمسي لأن يحصل درهم ما يجلس في هذا أعطاني 50 ألف دولار وهذا 50 ألف دولار ليش 50 ألف دولار يعطي خلي يعطيها له أولاده نعم اللي يحتاجون ما بنته هذا غير صحيح هذه اللي يجب أن يحاسبون ويجب أن ينسألون من وراهم لازم حد وراهم إذا تظنوا بهذا الأشياء نعم اختلفت كثير دولة الإمارات من يوم التأسيس يوم الاتحاد لعام 1971 إلى اليوم إذا بدك تطلع على دولة الإمارات بعد 50 عام تانية وين بتحلم أن تكون دولة الإمارات أعتقد اللي وصلت لدولة الإمارات الحين هو عن مئة سنة القادمة نعم في رأيي أنا ما تحتاج أن توصل إلى بعد مئة سنة وخمسين سنة اللي وصلت فيه من مؤسسات إلى نجاح اقتصادي نحن مثلا في الدباي ما عندنا بترول نعم شوفوا مثلا ما شاء الله البنية التحتية اللي عندنا من كل شيء مش قل بنيت التحتية تكلمنا فقط على الطرق والشوارع لا لا البنية التحتية الاقتصادية نعم البنية التحتية الأمنية الأمور هاي كلها هذي عظمة نفس الشيء الإمارات الأخرى نعم بوظبي شارج غير هذي شيء ما صار هالسرعة هاي عندنا هناك أنت في أي مكان ثاني تريد بتبني إدار في أوروبا سور صغير تبغي لك ثلاث سنوات حني البلدية وعندك رتي يركضون لك يخدمونك يساعدونك ما صارت في الدنيا لأنهم هذي يحبون وطنهم لأنهم هذي مخلصين لوطنهم نعم هذا النجاح نحن الحمد لله إذا طلبت منك سيد خلف تتوجه برسالة للإماراتيين بيوم الاتحاد لقادة الدولة شو بتتمنى بهالنهار أنا أتمنى الأمن والأمان نعم لبلادنا ولشعبنا وقادتنا وأن يجمعنا دائما بإذن الله بالأمن والأمان والصحة والعافية ونحن عائلة وحدة أهل من دم ورحم نحن كلنا منطقتنا ويبعد عننا الشر والدسيس والحاقدين بإذن الله وهذه يبعدهم إذا كنا نحن متعاضدين إذا ما كنا متعاضدين ومتفاهمين بيكون في نصرهم بيننا هذا لازم نحن نفتك بإذن الله بإذن الله مرة جديدة بقول لك مستر خلف كل عام وانت بخير انت بخير وربنا يحفز دولة الإمارات آمين شكرا لعلك اشتركوا في القناة